والحديث أكثر حول توتر الأمريكي الروسي وينضم إلي هنا معي في الستوديو الزميل الصحفي في I24 News عمر ربيع مرحبا بيك عمر كيف يمكن أن نقرأ الإعلان عن عودة السفير الأمريكي إلى واشنطن؟ هل يمكن القول أن هذه علامة في تأزم جديد بين البلدين؟ هو ليس تأزما جديدا بل هو استمرارية للتأزم الذي شهدناه منذ ولاية بايدن بين واشنطن وموسكو ولكن عودة السفير جون سوليفان تأتي لأن هذا السفير مقرب من الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة ترامب والمعروف هو أن السفراء يعتبرون في الولايات المتحدة تعينا شخصيا لشخص الرئيس بمعنى أن أي رئيس يأتي يعين سفيرا وفي حين كان هناك تغييرا في الإدارة الأمريكية فإن على السفير أن ينهي عمله ويقوم الرئيس الجديد بتعيين آخر ولكن هذا الأمر لم ينطبق على جون سوليفان وبالتالي فإنه تعيين لترامب ومن البديه أن يعود سوليفان إلى الولايات المتحدة للتشاور مع الإدارة الجديدة هذا أولا ثانيا عودة سوليفان تأتي بعد أن أشارت موسكو سمعنا هذا بالتقرير أشارت له بأن يعود إلى واشنطن لأن يقوم بمشاورات وبالفعل هكذا كان أما بالنسبة للتأزم فإن الملفات بين الولايات المتحدة وروسيا وخصوصا في بطرة عهد جوب بايدن متأزمة منذ البداية نحن نتحدث عن عند ملفات خلافية أهمها حقوق الإنسان في روسيا أو المعارضة لكسينا فالني إلى جانب التوتر مع أوكراينا ولكن علينا ألا نتجاهل المشكلة الأساسية ألا وهي التدخل في الانتخابات الأمريكية وأيضا هجمات إلكترونية والسايبر وهو أمر لم يكن على حسابات الرئيس دونالد ترامب وهنا الفرق الشاسع بين ترامب وبايدن بالتعامل مع موسكو ترامب كان يثني دائما على بوتين ويقول أنه معجب بشخصيته ولكن بايدن الآن يمارس أقصى الضغوط على روسيا قام بتردس يعني عشر دبلوماسيين فرض عقوبات أيضا على روسيا التي أيضا ردت بالمثل نعم عمر هناك من ناحية توتر مستمر وهناك اتصالات من أجل عقد قمة بين الطرفين بين بايدن وبين بوتين ما هو السيناريو الأكثر احتمالا برأيك؟ هناك انتقاضات توجه لبايدن في الولايات المتحدة بسبب سياسته التي تشوبها الشوائب أيضا بالنسبة للصين ولكن أيضا بالنسبة لروسيا بايدن كما قلتم في الإجابة الأولى فرض عقوبات على روسيا طرد عشر دبلوماسيين روس من السفارة في واشنطن ولكن بالتوازي مع ذلك ووصف بوتين بأنه قاتل وانتقد روسيا بالنسبة لأوكراين وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يأتي كدما لبوتين ويطلب منه أن يعقد لقاء في بلد محايد ثالث ويتجه نحوه أكثر وبالتالي فإن بايدن يمكن القول هو يمد يده من جهة ولكنه أيضا يهاجم روسيا من جهة وهذا الأمر أيضا ينطبق على الصين وبالتالي فإنه يتعرض لانتقاضات بسبب هذا الأمر ولكن بايدن قالها في خطاب قبل أيام أن بلاده دائما كانت حتى في وقت التوتر والتصعيد كانت تعرف كيف يتم احتواء الموقف والابتعاد عن التصعيد وأيضا الولايات المتحدة في عهد بايدن تقوم بمحابات روسيا والصين بجزئية المناخ ولكن هذا الأمر يتم تفسيره في موسكو وبيكين على أن المناخ هو ورقة ضغط أو ورقة لعب يمكن اللعب بها مع واشنطن ولكن بلينكين أو زين الخارجي الأمريكي يقول أن ورقة المناخ يجب أن لا تكون ورقة ضغط لأنها أمر أكثر من أو أعلى من السياسة وهي أمر إنساني بالدرجة الأولى وبالتالي فإن هذا الصراع النفسي يمكن القول الذي يعيش به بايدن هو يريد أن يحض أو يضع حدا لغطرسة الروسية بحسب ما هو يقول ولكن بموازات ذلك هو يريد مد أيد الأعون لروسيا بما يتعلق بالمناخ نعم عمر وصلت الفكرة الزميل الصحفي في I24 News عمر ربيع شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر